السلام عليكم اسمي وسام فهد القراشي من إدارة تعليم الشرقية طالب في مدارس منارات الخبر العالمية أولاً هذا توفيق من رب العالمين الحمد لله على هذه الفرصة العظيمة الصراحة أشعر بالفرح الشديد والفخر أيضاً يعني أنا قدرت أوصل لهذه المرحلة مع زملائي اللي بدايت معهم من بداية الصيف الماضي على المشاريع مع بعض في كاوست وأيضاً زملائي اللي قدرت أقابلهم من خلال مسابقة تبدع إلين ما وصلنا لهذه المرحلة والله أنا وجميع زملائي نطمع حين أن نحقق أعلم المراكز في آيسف والمثلة السعودية بأفضل طريقة بإذن الله على مستوى العالم فكرة مشروعي باختصار هي إنتاج خلايا ومزارة الكروموزومات لإيصال الأدوة بطريقة مستهتفة ومباشرة إلى جسم الإنسان والله أنا الحمد لله لي أشغل في الأحياء وكان عندي رغبة أني أشتغل في هذا المجال وجامعة كاوست قدمت لي هذه الفرصة فقدرت أشتغل تحت إشراف البروفيسور مجدي محفوظ والدكتور إيرن أنخل في معمل بايوانجنينيك في كاوست الحمد لله الصيف الماضي وأيضاً قدرت أكمل أثناء السنة الدراسية على البحث أولاً نشكر رب العالمين على هذه الفرصة ثم أشكر أهلي على دعمهم مستمن خلال المشوار الطويل طبعاً أشكر إدارة كاوست على تنظيمهم وعلى تقديم هذه الفرصة لي أني أشتغل في معمل مثل معمل كاوست وأيضاً أشكر إدارة المدس على دعمي خلال السنة طبعاً لأنني اضطريت أني أرجع للمعمل أثناء السنة دراسية لإكمال الشغل وإجراءات التجارة وصولنا لدي هذه المرحلة توفيق من رب العالمين المشاريع كانت ممتازة جداً في المعرض النهاي وتفاجأت الصراحة بعدم فوز الكثير من زملائي أرى أنهم كانوا أفضل مني في التقديم وأيضاً في الخلفية العلمية فأتمنى التوفيق لهم كلهم وهذه في نهاية اليوم تجربة الجميع يستفيد منها سواء أنت أهل ولي أسف أو ما تأهل